في الأول، أريد أن أتكلم معك عنك رامي عشور، أنت اعتزلت السكواش، ومن زمان قوي، أنا عارفة أنت عايز تغني عملت كذا أغنية، وأخيرهم هي أكلم مين، لكن كلمنا في الأول عن، فكرت تغني إزاي؟ مين قالك صوتك حلو؟ والله، من أنا صغير بقى خالص، يعني أنا السكواش فايت، أنا عطت لعب سكواش 27 سنة، لكن، فقدت أنه عن 6 سنين، فكنت من أنا صغير في النادي، وفي التمرين، وكده، بقعد أصنع مزيك، وأنا بلعب طول الوقت، والله، هذا كبير معي لحد ما بقيت ألعب، يعني طوات العالم بقيت ألعب، وأنا على طول داخل في مزيكة فهدان، أبويا كان أول واحد يقعد يشجعنا على الفن عمتا، وربانا على عبد الحليم، ومحمد فوزي، وسعيد درويش، وإسماعين ياسين، يعني كل الناس القديمة، كنا نتفرج على فيلم قديمة دائما، ودائما بيسمعنا مزيكة، ويقعدوا لنا بص اللحنة ده، بص الطريقة دي، بص بيقول إزاي، فإحنا كبيرنا في بيت فني تقريبا، وبرضو يعني دائما فخورا، عمي المايسر الكبير عمال عشور في الأوبرا، فكنت دائما بغني لهم في الأعداد في البيت، دائما بغني لهم وكذا، فلا يعني من زمان الموضوع، حاسه كان فطري، لم أكن موضوع ما كنتش، لو جيت في وقت قلت، طب يا الله أنا أغني، أنا طول عمري أغني، مش فاكر إمتا، جيت قلت لأ أنا أغني بجد، حياتي كلها عايزة أغني بجد، يمكن لما اعتزلت، قررت أن أنت تأخذ الموضوع أكثر، يعني، بروفاشنال، والله، لا، أنا عارف أن أنا يومها أعتزل، أنا عارف أني 14-15 سنة، أني يومها أعتزل، ليس، أقول للمشاهدين أنت بطل العالم ثمان مرات، سينير وجونير وفرق، يعني أي شخص يعمل بطلات كلها التطور الطبيعي لأنه عندما يخلص أو يعتزل، يمرن، أنت قررت أن تمرن، لديك الأكاديمية، وكبان دلوقتي تغني، فلاقيت ناس تقول لك صاحب بلين كداب؟ طبعاً، 100%، وأنا دائماً، أنا لا أريد شيء يأتي على شيء، لكن ما أعرفه في حياتي، أو ما أعرفته في حياتي، من خلال السكواش، أو السكواش، عرفني أن أقدر أفعله، أنا حسيت أن أقدر أفعل شيء ثاني بعد السكواش، 100%، وفي نفس الوقت السكواش، يعني مستو أنه يخليك تقدر تتحكم في نفسها على الضغط، أو تستحمل الضغط، فلما تعمل الحكتين مع بعض نفس الوقت، وهم الاثنين أنت دائس على البنزين، على الآخر خالص فيهم، لو أنت مش هتقدر تستحمل الضغط، مش هتعرف تنجح ولا بدا ولا بدا، فأنا على قد ما أقدر دلوقتي بحاول أماشي الاثنين مع بعض، لأنني أحب الاثنين، ولا أقدر أفعل السكواش، ولا أقدر أفعل المزيكة، دلوقتي أفعل السكواش بشكل مختلف، أنا لدي أكلمية السكواش، أنا وأخوي، ونعلم أولاد فيها، وفي نفس الوقت أنا لدي المزيكة أيضا، وعنده التمثيل، فما فيش أي مشكلة خالص، يعني أنا تامر حسني بيألف، وبيكتب، وبيلحن، وبيغني، وبيخرج، وبيقامل، وأنت كمان بتعمل كده، وهنتكلم عن ده،